موسيقى موسيقى عزائينا مشاهدين أهلا وسهلا بيكو بتجدد لقائنا النهاردة وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحياة النهاردة دفنا متميز جدا وعمل معانا سلسلة حلقة جامدة جدا في البداية بنقوله الحمد لله على السلامة ونورتنا ونورت القاهرة ونورت بالنمجنا مرة أخرى دكتور أحمد رجي الله يسلم وسلم سادة مشاهدين وكل سنعايق طيب والسادة مشنين كلهم بخير وأنا فأنا موحشوني بس البحث يروح معرفش يرجع ومرجع معرفش يروح الحمد لله السلام مشهورا نكيد أحمد السلام عزائينا مشاهدين نهاردة لقائنا مع دكتور أحمد رجي حاتة استشاري صحة نفسية وإرشاد سلوق وهنتكلم نهاردة عن موضوع مهم جدا وهو التغيير ما بين الرغبة والإرادة هنعرف إيه هي الرغبة وإيه هي الإرادة وزي إن إحنا نقدر نتغير ونحاول من نفسنا الأحسن مع ذي في المنورة نهاردة دكتور أحمد سعيدة جدا باللقاء يا دكتور وسعيدة إن أنا دايما بتجدد لقائي معاك يا دكتور يعني لنا الشرق طبعا في البداية دكتور قلت إن نتكلم نهاردة عن موضوع بقى إيه التغيير يا دكتور إحنا عايزين نعرف إيه وهو بقى التغيير يا دكتور عايزين نغير في فرق ما بينهم بين التغيير والرغبة والإرادة يعني الموضوع موضوع كبير يا دكتور في البداية كده حتى تدعك خد هننا نقطة نقطة برضو عشان إيه نعرف كل درسه ومشاهدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحيحيك مرة تانية والسادة المشاهدين ونقول إحنا الموضوع بتاعنا بتاع التغيير مناسبة إن إحنا محتاجين تغيير في حياتنا يعني فعلا نحن نحتاجه إلى تغيير وتغيير كبير طيب التغيير إيه ده يعني هنقول إيه الله هو أكبر هبه تكبير نغير نقل يا مش نجي كده هبه غير سك ونقول إنا نغير وحنغير مع التغيير ده هيبقى فيه وضوابطه إيه وإحساسنا بيه يعني أنا يعني التغيير ده يشمل الأفراد والمؤسسات والدول والجماعات العالم كله يتغير ومن لا يتغير هيذهب إلى حيش لما قرر له خالص ولا مستقر نهائي لابد أن نتغير لأننا من حولنا الدنيا بتجري بسرعة رهيبة جدا وهنا مشألة التغيير مشألة ضرورية في حياة الإنسان لو قد نهل المستوى الشخصي أو المستوى الدول أو المستوى الأفراد والجماعات لها ضوابط من ضمن ضوابط التغيير إن أنا أكون محتاج ومختنع إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير يعني أنا مش أصبح الصبح ولا إيه نواية تغير خلاص تعمل إيه أنا غير مراتي طيب هل أنت في احتياج أنت تغير زوجتك ولا مش في احتياج لازم أنا أكون في احتياج يعني لازم إيه التغيير مش أطرع علي فرد بتكلم عن تغيير الأفراد التغيير ده حيكون في الفكر أم في العادات والسلوك أم الاتنين مع بعض مع مسألة التغيير دي مسألة كبيرة جدا فيهنا عايزين ناخدها بس سريعا على مستوى خطوات معي الأفراد عشان تبقى قريبة لنا وعن أخد جزء كده على مستوى الدول في مهيئة اتخاذ القرار وكيفية التغيير وتحمل تبعاته يبقى أنا عندي عشان أغير لازم يكون عندي أساسا حاجة تدفعني إلى التغيير من شغير كده موضة بمعنى إيه إن أنا لقيت النهر ده الموضة إن أنا حنفق وشي وأنفق عناية ومتاع أم رايح نافق عناية ألاقي بقيت رحم عووك وعناية كلباز وطلعت لبرة فمتاع طابلت التغيير ده رفاهية ولا ضرورة رفاهية إذا كان التغيير ده ضرورة ماشي يعني واحدة ولعت معسنا قدر الله ومحتاجة أنها حتنفق سفايفها وتنفق مناخيرها وتصغر من بتاع ماشي بس في حاجة هنا بقى مهانا لابد أن أدرس التغيير قبل أن أخدم عليه مهانا مش المسألة مش هوب أهليش أنا وانت نغير الله أكبر طب إمتى يا دكتور أحيث بقى أننا خلاص المفروض قد أغير أغير في أي حاجة في العادات والسلوك والفكر وحتى في الأنترية وحتى في الشكل وحتى في أي حاجة عندما تكون هناك ضرورة ملحة أجد نفسي غير متوائم ومتلائم معاها خلاص هي أنا ضرورة؟ يعني أنا أبصت كده تشكل في المريض لا نفسي لا عايزي إيه أصغر مناخيري شوية عايز أنفق شفايفي شوية طيب ده رأيي أنا ما هون طب ما هي برضو إيه التغيير لابد أن يؤخذ من منظورين الرأي ورأي الآخر لأنه ممكن أنا أكون شاف أنه أنا محتاجة تغيير واللي قدامي يقول لا ده تغيير فهي مش محتاجة تغيير وده حنيجي فيه يعني لو خدنا مثلا مثال في تغيير الدول ونرجع تاني للبتاع عم قالوا مثلا إيه كنتم أسأل بعض إخواتنا السلوحة مش بتكلم في السياسة على فكرة بكلم في التغيير فبتناقص معنا أني يعني أبو يعني أني أحب أن أثري نفسي بمحاولي من مشاكل بالدور طب دلوقتي أنتو أخباركو إيه في سورة بقى عشرة سنوات والتنية عايزين نغير طب تغييره طب هل هناك كان ضرورة للتغيير ملحقة آه ماشي بس هل أنت هتتحمل تبعات التغيير هل أنت لديك مقاومات للتغيير أو تقاوم التغيير مل ممكن أنا عندي رغبة بس ما عندي شراط ونرجع لها تاني ونرجع تاني المطابة بتاعنا بتاع سوريا خدوا قرار في كل الدول الأمد فيها ثورات طب عايزين نغير طب أنت عندك مقاومات تغيير هتقدر لما تجي تغير عندك واحد اتنين ثلاثة تقدر تقوم عليها ما يحصل لكش هزة عندما تغير طب ما عاشي يحصل لحاجة طب هل أنت هتتقبل النتيجة ما ممكن تجي معك من نتيجة عكسية تمام ما لابد أن أضع مع أصد تغيير ده لابد أن يكون له بوابط لابد وشروط ما تجيش كده يبقى أشوف أنا برسم وحط النتيجة وحط الهدف قدامي وحغير وحغير ليه وأسباب التغيير وهتحمل تبعاته وقول لأ تمام يبقى الشعب لما يحب يغير لازم يتحمل إيه تبعاته تغيير دخلت أنت البلد في حاجة ما ملاش فيها تمام يبقى أنت هنا ما لأ أنت كنتش تفكر كويش مين يقول كده بقى أنا بقى شايف من بره عشان كده بقولوا التغيير لازم يكون أنت محتاج تغيير وأنا شايف من بره الوضع العام أن أنت يا ابن آدم لو غيرت صدقني هتغرق ما تغيرش ليه لأن أنت مش في حاجة إلى التغيير لازم يكون فيه ضرورة ملحة لا هذا فيه استبداد وفيه اشتعبات وفيه مش عارب إيه كلام سليم طب النتيجة بتاعته إيه كان جمان بيتدرسونا في المسألة دي عشان ننتقل منها سريعا للأفراد أنه حاكم من ظلوم كان دكتور بلتاجي في رحمة الله عليه تمام في كلية الدار علوم جماعة القارة كان يقول لنا أنه حاكم ظلوم خيرا من فتنة تدوم فكنتم إزاي يعني حاكم وكمان ظلوم من ضمن صفان ظلوم وتقول لي أحسن أنا أقعد ما متحمس بقى شباب ما مندفع أكيد أه أكيد قال يا ابني لما يبقى عند حاكم ظلوم جمع الناس أه أحسن ما يبقى حاكم عادل مش عارف جمعهم صح تمام مع المشكلة أننا لابد أن يكون لدي مقاومات ونتائج أقوم عليها أغير أه والنتيجة بتاعتي تتبى كذا كانت نتيجة حتبعطر البلاد أه وتشرد العباد أه وأبوش ألا إن أنا نفسي باشحت وباخترض وبستدين ورجعت مرحلة ما قبل السفر أه ومش هتحمل ما اگيرش جاي العسي يعمل ما نخي Boss ضرورة ضرورة لأي كالا ما تشوفنا في صأحي في المرايد أه hook وهم ايه ماشي بالنسبة باللأفراض يا دكتوري يعني عشان برضو اللأفراض وقت الحلقة قد تغير الفكر بتاعك يعني كان فيه واحدة مثلا بتشغل خادمة وابنها بيشتغل وجوزا بيشتغلش جوزا رجل يعني محترم تسعينت يا حبيبي ما فيش شغل ما فيش بتاعه هو عنده رغبة في العمل عنده رغبة ان يشتغل يود يرغب فيه لكن عنده ارادة وتصميم وعزيمة انه يغير ويعيش المرحلة ما عندهوش ليه لان لو دعور ودعب سو بتاعه هيلاقي جاعت لشغل انا بقى فينو 500 جنيه راعت براعت راعت لأ ده هيطلع هيشتغل هيحط 500 جنيه موصلات هيبقله كام مش عباله كتير طب انت عادة تشغليه وزير مثلا طب انت امكانياتك اي ابن انت معاديك امكانيات لا انت معاك اي سي دي ال ولا معاك تي وتي ولا معاك بي تي بي ولا معاك اي معاكش عاي خالص لوقتي من يكتفي التغيير للافراد لابدنا يشمل الفكر والثقافة والمادة والعلم كله دلوقتي من يكتفي بالليسانس او الباكليوس بتاعته موال الوقت اي لازمة لابد ان يغير حين احنا احنا بقول عادي التغيير ضرورة ونتيجه هتبقى جميلة وايجابية يبدأ التغيير الايجابي الجميل الحلو التي سيكون لعائده مردود طيب ان انا اكمل النهاردة في ناس لما تجي انعاقب برا اللي معاكش يستيروا دكتراه خلاص ما بيتحقودش معاك اي تاني معاك اي تاني انا داخل من جهه واشاولوك والدكتور احمد دكتورو بجد وجد ولا ودا ما هوان اي خلاص معو الناس اي ما هوان اه الناس اي ما هوواش خلاص دلوقتي اي كل واحد اقولك اي أقول ما عندهم حق اي انا فيه ناس كانوا عندي في البيت المصطدف اكلين شاربين نايمين مصرحين قولوا الاستاذي الدكتور الشابيه الاستاذة الدكتور السفيرة الصحفية فنان فلأ اي ولاعرفه معاهم مش معامش معاه اعدالية مثلا انا اخذين فايتر غير بتاع آه فطبعا لا اقولهم يا جماعة بقول فخر وافتخار لا لا انا مش بس دكتور انا ما حاصل عكتر من دكتوراه ومتنوع في الثقافات ما بين الرفقة الشرعية بداية من امام مسجد نهاية بمدرب احنا برو بفرشة دكتور بنقول لكم مدرب مدربين دولية دولية من يعني فيه فهم حقهم برضو يعني ممكن شاهدون قصير فالك ومحاولوا فيه حد يصير معادة فرق يا دكتور حدودك غني عن التعريف يعني بسم الله ما شاء الله وبرضو بنقولكم صدا مشاهدين بدون قطع كلام حدودك أي حد حابب بتواصل مع دكتور أحمد طبعا أرقامه متواجد على الشاشة اللي تواصل معه الدكتور المتخصص في جميع المجالات واللقاة الشرعية وبرضو دكتور برضو اللي هو قلنا عليه اللي هو برضو تعديل سلوك وسحة نفسية طبعا الأرقام هو متواجد على الشاشة فضل يا طبعا لنت خصصات يعني دمعت خصصات بسم الله ما شاء الله يعني حدودك متنوع يعني أنا يعني عاشق العلم وأحب العلم ودلتك أدرس وربنا يزيدك علما يعني أعلم وأتعلم يعني اللي حيوف عند مرحلة معينة مش هيلقانه مكان فالتغيير أصبح ضرورة مثلا مع التغيير الضرورة حتمية ضرورة مهمة ضرورة أساسية في حياة الإنسان ما يكتفيش الطلاب لما يجي بس طالب عايزي يعدل شيك وعايزي غير أنا في علم علوم عايزي روح علم رياضة رب نيجي نسأل عشان أنت عايز تغير تغيير أقولي ده تغيير في العلم ما فيه تغيير شلوك تغيير في العلم تغيير في الفكر تغيير إلى آخرة الناس أسألوا يا ابني أنت بتحب الرياضة درجاتك في الرياضة منذ الصغر كويشة قارئ في علم الرياضيات بتدخل تدعي بس تشوف آخر المستحدثات الخاصة بيك كطالب إيه هي وبتتجاوب معها ولا أنت لأ معشان تغيير ما ينفعش إذا كانت بيقولك مش كده ما تغييرش تمام يا دكتور بحددك يا دكتور بتنصح برضو كده عشان برضو الوقت بيخلص معك بسرعة زي ما عارفين بتنصح الشباب كده من نصيحه حددك بتقولها لكل المتواجد معاك إحنا بنقول للشباب لا بود أنه هو يغير يغير إيه يغير طريق تفكيره يغير تعليمه يستاذيذ علم يغير الفكر بتاعه عشان ما يشيطرش عليه واحد تاني إحنا ما حترينا تغيير معاصل إيه من كان بلا فكر أصبح ضحية لأي فكر انضال معظم الناس اللي إحنا بنشوفهم الدواعش والرهابين وكلام ده كله عشان ما فيش تغيير هو نمى وترعرع وكبر على إن ما فيش تغيير في الفكر نمط واحد لابد أن تغير أغير إيه أغير الفكر بتاعه يبحثين على دكتورام ما بعضش يفكر مش قادر يعني لا يستجيب لمستحدثات الأمور ويغير من هذا من طريق تفكيره بيكون فرصة لكي يشيطر عليه الآخرون معاولين أنا نستاذيذنك بس يا دكتور يعني نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نفاصل ونرجع رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل مع دكتورنا كبير ومنورنا مشارفنا نارضة أستاذ الدكتور أحمد رجل شحاتة دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الرغبة والتغيير عددك وتبتقول بقى نصيحة لكل الشباب يا دكتور اه يعني ممكن ده بقولك أنا ده الشاب المتبزوج ده زوجته خادمة رجل معاهل عالي وبتاع وابنه بيشتغل وتاعه قاعد يبكي يعني في مرة مراته بتقولي الشيطة عليه ليتو بيبكي في طب تبيدي يعني بقال انت بتشغل انت الواد وانا مش لايش هو هو عنده رغبة يعمل بس ما عندهش عزيمة ولا عنده شرار ولا عنده إرادة مواجهة أنا عنده رغبة ما نخس احب بخس حسك كويش بدل ما نمكالبس كده وقاعد جايبين للكورش والبتاع في حد يكره كده فين الإرادة بقى صح أكيد طبع مفيه باش رغبة أود ان انا أحس بحية حلوة كده جميلة فالرغبة شيء أود وأرغب ده حية جميلة الإرادة بقى ان انا نفس ده اللي احنا بنقوله تغير بين الرغبة بين الإرادة فعلا كنا عندي إرادة وعزمة تصميم على تغيير تمام يعني منيجي مسلا نتكلم على برضو والله لا أقصد أن نخوض في دمار السياسي يعني لكن لما نله مسلا رئيس سيسي حافظه الله أدرك أن لابد أن يكون هناك تغيير البعض تصدم من التغيير من التغييرات الحصل تمام والبعض مش عارف استنكر التغيير والبعض بقى مش مستوعب تمام لأن احنا اعتدنا على نمط روتيني حياتي معين مع تنسل إيه أن في حد يشح الصبح تفتح مشروع هنا يشح الصبح يشح الصبح يشح الظهر هنا تليف مشروع في تنسل متعم والرفض على فكرة وبرضه لا أقصد أن أنا يعني أتكلم ساسيا لكن أنا أقول أن التغيير بيبقى مرفوض أساسا يعني ما تيجي تواصل إيه واحد مثلا كثير الكاذب بيهول لابد أن يغير والله أنا عايش عايش الناس الناس كل محد عايشت أنا إيه ببالغ شوية أو باجزب يعني بس أنا ما صوتش أجزب وعايشي بطل العدسة اللي عندي دي أو رغبة جميلة حلوة بس فيش إرادة ما بيغيرش فين الله لبتاعتك بقى أن أنت إيه دي عايشة ضوابط لها ضوابط نقط معين وفيه عندي تغيير بيبقى له كوارث يعني أحسب النتاج بتاعتها وفيه تغيير محسبش أدخل بقلبي جامد يعني ما ليجي تهد نصبهم دور طوله عايشت غير بقى الأحسن لا نتقول واحد اتنين ثلاثة حنيحصل إيه لكن لو أقول واحد إيه تعلم لغة غير نتيجتها مش كريسية حتى لما استغلت سبيحة حتى عن شي كده في قد أتخلت نوع أضبت ثقافة أضبت نوعاً ما من ثقافة إلى ثقافتك تعلم كمبيوتر يعني أنا نهاردة بلاقي ناس والله العظيم لا يجدون استعمال كمبيوتر في مجال التعليم في مجال يعني وكان يعني يعني بدون نضيفك أسباب أنا أعرف لكاترة يعني يعني أساتدة من دون كانوا أساتدة لي يعني يعني منهم بقى رحمة الله عليهم يعني كانوا لا يجدون هو يعني استعمال الموبايلات يعني العادي دا لك أنا الطاتش يقول إيه دا هو هو اللي بتاع وأنا يابني مش شايف شوف يابني فكان يعني المفهود يكتب الكتابة بتاعة الاختبارات وكننا في تمهيد الماجستير أو تمهيد دكتوران وفوت الكتب على الكمبيوتر فكان يكتبها على ورقة ويعطيها الأحد من يستعملهم يكتبها على الكمبيوتر تمام فيحنا محتاجين تغيير ولا أكيد طبعا التغيير ما موجود التقيت بمدرسين وأنا بنعيشهم لا يجدون استعمال الكمبيوتر معين شهدت الوزير قال يا جماعة ما ينفعش وراح وخد دورات فسي زي ما راحوا زي ما رجعوا والدنيا مشت وده خطأ احنا ما حصلت ده لإحنا بدون نحطين تغيير التغيير لابد أن يشمل حياتنا كلها أفراد شركات النهاردة شركات بتطور من نفسها المنافسة أصباحة قوية تمام في فترة جم قالوا الحكومة والبتاع وصراحوا الأمال عشان هيعملوا مصر حديد وصول مش عارف فين وبتاع مش عارف فين طيب تعالي يا ابني انت هم عايزيني مشهور وعايزيني يسحقون وعايزيني يا ابني انت معك طورت نفسك ايه آخر كتاب قرأته عن الحديد والصربة في المجال بتاع المائنا بتاعتك ايه ما لديم تقرأ ما عادشي خلاص العمل النهاردة ما عادشي زي زمان صح فيه تطور يا الدكتور انت شفت الشركات العالمية الأخرى اللي يا ابني اللي بتنتج نفس المنتج بتاعك ده اه طبعا ايه ما انت بتقرأتش نفسك لازم تغير اذا ما تغيرتش هتمشي اه هتمشي اكيد طبعا مش هتقعد لابد ان يلحق ركب التغيير كل حاجة في حياتنا عشان نتقدم غير كده لأ الشركاتهم نفسها العالمية بيشوفوا يعني برا وإحنا زيان مش عايز يكبر نفسي يعني في 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 كنا في في جامعة تانشامس وبقاموا الحاجة اسمها دبلوم عام ترباء وكان من أول ناس يعني هم خدوا دبلوم ترباء دي وبعدين روحنا إلى جامعة حلوان وخدنا من حلوان كانت تمهيدي لحصوله على المجلسة الصحة النفسية ودكتور صحة إلى آخر يعني فقالوا فكان من دمننا الشهد هنا وهنا قابلت دكتوري من دكتور حامد زهران رحمة الله عليه نعم كان بيكلم بيقولوا مدرسين ودعنا كنت أنا باتناش معاي يعني رحمة الله عليه قالوا دكتور حامد يعني إحنا بناخد لي بتاعش نشال في الترباء والتعليم بتديني دبلوم ترباء ومؤهل التربائيون بتاع هالي آه لازم تبقى مؤهل التربائيون انت بعرف انت ونحط الأهداف المهارية والأهداف المعرفية والأهداف الوجدانية هنعمل إيه بالأهداف دي ما نعطفتناه خلاص وانا وقف على السبور اقولوا دي الأهداف والبتاع كلام ده ده كلام كله يعني تطوير بش لازم نخباله دكتوري احنا قدامنا دقتين بالزبط تقول لنا بقى فيها كده يعني نصيحة أخيرة عشان إيه أو خلاص معاشر دقتين عشان نخدميه ما أنا بقولك هنا بقى التطوير تمام انه مش هتطور نفسه وياخد الدبلومات وياخد الحاجات مش هيعرفي جاري العصر لكنا فيه أكيد طبعا فهي احنا لما يجينا عملنا سواء تغيير فيه منشأة زي أحد يوصل بها أو سواء فيه شركة أو شخص نفسه أو سواء فيه ناش أو فيه جماعات أو فيه دول أفراد أو فيه أي شيء التغيير عن مدى المطلوب لازم بيكون التغيير ده له ضرورة ملحة تمام وأتعامل معاه ومع العواقب بتاعته وأعرف أن التغيير ده له أنواع يعني التغيير ده بيجي تغيير تدريجي إن شاء الله نذكره في الحلقات الجاية بإذن الله تغيير تدريجي تغيير شمولي تغيير كلي أعرف أن التغيير ما باش ما عملش تمام يا دكتور أصد ما كده عليها مريقا دايما الأوات الحلوة بتخلص بسرعة زي وقت حضرتك والله بتجي بسرعة ودائما الشيطان يدخل لنا كده في الوقت إن شاء الله الشيطان يمشي وإن الوقت من الشكراك يا دكتور ماشي جمال وحلوين عمرون التغيير دكتور خلاص ما فيش مشاكل هنمشي الشيطان بعد إن شاء الله مرة جاية بإذن الله بنشكر حضرتك اعتبروني فنان وقاموني في الوقت إن شاء الله إن شاء الله المرة جاية بإذن الله بنشكر حضرتك يا دكتور ومكابلين الحوار معك إن شاء الله لذلك بإذن الله بنشكر حضرتك مشاهدينا معلش وقتنا خلص بسرعة إن شاء الله مكملين الحوار مع دكتورنا كبير دكتور أحمد روجيش حاتا استشاري صحة نفسية وتعديل سلوك وشكرا لكم كانت معكم نيري الخولي وشكرا لكل فريق العمل وشكرا للمخرج الكبير شكرا لكم كميعا شكرا اشتركوا في القناة